بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاف في درسنا لهذا اليوم وهو الدرس أو نهاية الوحدة الرابعة أبنائي وبنات الطلاف الدرس السابق تعرفنا أنا وأنتم على الدفاع ومراحل الدفاع الدولة السعودية الثانية على يد الإمام فيصل بن تركي حيث وصلت الدولة السعودية الثانية في نفوذها وفي مساحتها ما وصلت إليه الدولة السعودية الأولى هذا كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب لم يرق للمعتدي العثماني حيث أرسلت أو جهزة جيش عظيم الهدف منه ماذا؟ أحسنتم هو القضاء على الدولة السعودية الثانية حيث توجهت وكانت وجهتها إلى الرياض حاول الإمام فيصل بن تركي أن يهادن هذه الحملة ولكن كانت في طريقها إلى أن وصلت أبناء وبنات الطلاب وأحكمت السيطرة على القصيم وحائل وأكملت طريقها أبناء وبنات الطلاب إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه وانتهت الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي وعندما سجن أبناء وبنات الطلاب أو نقل إلى المصر وسجنه هناك عاد مرة أخرى أبنائي وبدأ بفترة ومرحلة ثانية للدولة السعودية الثانية أبناء وبنات الطلاب نهاية الدولة السعودية الثانية تولى بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي رحمه الله في عام 1282 تولى بعده الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله الإمام عبد الله واصل ما قام به والده رحمه الله من تعزيز لبناء الدولة السعودية الثانية وتحقيقاً للاستقرار والازدهار لهذه الدولة كان الإمام عبد الله في عهده أو في عهد والده ولياً للأهد قاد عدداً من الحملات التي أرسلها والده الإمام فيصل لتعزيز الأمن والاستقرار ظهرت بعض الفتن الداخلية في ذلك الوقت أدت إلى الاضطرابات حاول الإمام فيصل أو الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي معالجتها وإعادة الاستقرار للدولة منها خروج سعود بن فيصل على أخيه الإمام عبد الله بن فيصل ومنازعته على الحكم رغم أبناء وبناء الطلاب كما تعلمون أن أئمة الدولة السعودية يبايعون بيعة أو بيعة شرعية حيث بويع قبل ذلك الإمام عمد بن سعود وغيرهم إلى أن وصلنا إلى هذا حيث بويع الإمام عبد الله بن فيصل مبايع شرعية ولكن أخيها الأمير سعود بن فيصل نازعه في الحكم لم تهدأ أحوال الدولة السعودية الثانية إلا بعد أن توفي الإمام سعود بن فيصل بعد أن توفي هو من كان ينازع الإمام عبد الله قال الحكم توفي في عام 1291 عودت الإمام عبد الله بن فيصل إلى الرياض مرة أخرى بعد أن فقدت الدولة جزءا كبيرا من قوتها لوجود النزاعات والفتن الداخلية التي أدت إلى إضعاف الدولة السعودية في ذلك الوقت حيث لم يتجاوز نلاحظ أبناء وبناء الطلاب نتيجة للفتن لم يتجاوز نفوذ ومساحة المساحة أو النفوذ الفعلي للإمام أو للدولة السعودية الثانية في عيد الإمام عبد الله بن فيصل لم يتجاوز بلدان العارض والمناطق القريبة منها هذا نتيجة لماذا أبناء وبناء الطلاب نتيجة لماذا أحسنتم نتيجة للنزاعات والفتن الداخلية التي كانت بين من ومن ممتازين كانت بين الإمام عبد الله بن فيصل والإمام والأمير سعود بن فيصل كما ذكرنا أن الإمام عبد الله بن فيصل تم مبايعته بيعة شرعية ولكن نازعه في الحكم الأمير فيصل سعود بن فيصل إذن بعد وفاة سعود بن فيصل استقرت الأحوال في الدولة السعودية ولكن أبناء وبناء الطلاب أن الدولة السعودية الثانية فقدت جزءا كبيرا من قوتها فهذا أدى إلى أيضا فقدان مناطق واسعة من نفوذها فالامتداد الفعلي في عهد الإمام عبد الله بن فيصل لم يتجاوز العارض والمناطق القريبة منها بسبب ذلك أمير حائل أحد أمراء الدولة السعودية الثانية على النواحي محمد بن رشيد يستعد للاستلاء حيث استعد أو قام ينوي للاستلاء على السلطة في نجد لما شاهده من ضعف وفقدان لنفوذ مناطق الدولة السعودية في عام 1307 توفي الإمام عبد الله بن فيصل في الرياض تولى من بعده الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي وهو والد الملك عبد العزيز إذن تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي مقاليد الحكم حاول الإمام رحمه الله أن ينقذ ما يحاول إنقاذه في الدولة السعودية الثانية إلا أن الإضطرابات زادت أيضا بمحاولات أمير حائل الاستيلاء على السلطة في الرياض والخروج على إمام الدولة السعودية إذن لو لاحظنا أبناء وابنات الطلاب هذه القلاق والفتن التي حدثت في عهد الإمام عبد الله أدت إلى إضعاف الدولة السعودية واهتزاز أركانها منها فقدت العديد من مناطقها إلى أن وصل بها الحال أن أصبحت مناطق نفوذها على العارض وما قاربها أو ما جورها من مناطق هذا أدى إلى طماع أمير حائل بالاستيلاء على الحكم في نجد وهو ما قام به فعلا أبناء وابنات الطلاب وكان ذلك في عهد الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن درك خاشية أبن رشيد أبنائي أن يستعيد الإمام عبد الرحمن بن فيصل نشاطه في الرياض بعد وفاته أخي ماذا فعل؟ خرج بجيش أبنائي أو على رأس جيش متوجها إلى الرياض في عام 1308 إذن خرج برشيد على رأس جيش كما ذكرنا أنه خشية من الإمام عبد الرحمن أن يستعيد قوته فخرج أو بادر بتجهيز جيش لكي يباغت الإمام عبد الرحمن في الرياض إذن خرج على رأس جيش من حائل إلى الرياض في أوائل عام 1308 وعند أسوار الرياض حدثت مناوشات بين جيش بن رشيد وبين أهالي الرياض إلا أن الرياض أبناء وبنات الطلاب صمدت واستمر الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي في محاولاته لاستعادة الاستقرار فيها عقب نجاح محمد بن رشيد بالاستيلة على القصيم وهو في طريقه للرياض حينما انتصر في معركة المليدة حتى جاءت سنة 1309 في عام 1309 ابنة وابنة الطلاب توجه ابن رشيد لقتال الإمام عبد الرحمن بن فيصل عند بلدة حريملا انتهت هذه المعركة بانتصار ابن رشيد ودخوله الرياض ومغادرة الإمام عبد الرحمن وأسرته إلى خارج الرياض وانتهاء الدولة السعودية الثانية إذن انتهاء الدولة السعودية الثانية أتى بعد معركة ماذا؟ أحسنتم بعد المواجهة التي حدثت بين الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجيش من رشيد في حريملا بعدها انتصر جيش من رشيد ودخل الرياض وخرج الإمام ممتازين عبد الرحمن بن فيصل خرج ومنها انتهت الرياض في عام أو انتهت الدولة السعودية الثانية في عام 1309 إذن نهاية الدولة السعودية الثانية في عام 1309 وتذكروا هذا التاريخ أبنائي وبناتي الطلاب في هذا التاريخ انتهت الدولة السعودية الثانية كان موقف الإمام عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله حينما غادر الرياض موقفا حكيما انتقل بأسرته كما ذكرت لكم هو والد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله كان هدفه أبناء وبناتي الطلاب هو الاعداد والاستعداد وتجهيز لاستعادة الدولة السعودية بفترتها الثالثة نقلت الروايات العديدة عن الملك عبد العزيز حينما انتقل إلى الكويت مع أسرته كان يعد نفسه أبناء وبناتي الطلاب لهذه المهمة لهذا الهدف وهو ما تحقق بعد ممتازين عشر سنوات وكان ذلك أحسنتم ممتازين في عام 1319 إذن سقطت الدولة السعودية الثانية في عام كم أبناء وبناتي الطلاب ألف وثلاثمائة من تازين وتسعة وعادت مرة أخرى بفترتها الثالثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز في عام ألف وثلاثمائة وتسعة عشر من الهجرة وهذا سوف نتحدث عنه أبناء وبناتي الطلاب في الوحدة القادمة في دروسنا القادمة إذن سقوط الدولة السعودية الثانية لم يعني نهايتها بل هي بداية لمرحلة جديدة مرحلة من الازدهار والاستقرار حيث أن سقوط الدولة السعودية الثانية كما ذكرت لكم لم يعني النهاية حيث قيض الله سبحانه وتعالى لها المؤسس الملك عبد العزيز ليعيدها مرة أخرى وليعيدها بقوة وثبات أكثر أبنائي وبناتي الطلاب تقويم الوحدة الرابعة قال الباحث الأمريكي بيلي ويندر كان تركي المقصود فيه تركي بن عبد الله رحمه الله الإمام تركي بن عبد الله حاكما صالحا في زمانه ولكنه كان يملك من الصفات ما يؤهله لأن يكون حاكما مميزا في أي زمان وأي مكان اشرحوا لي أبنائي وبناتي الطلاب هذه العبارة التي ذكرها هذا الباحث الأمريكي ولكم أبنائي وبناتي الطلاب بعض من الوقت لتشرحوا لي هذه العبارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أحسنتم أبنائي وبناتي الطلاب لأن الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله استطاعة بشجاعته وحكمته أن يعيد الدولة السعودية مرة أخرى كما ذكرنا بعد أن سقطت الدولة السعودية الأولى بسقوط الدرعية في عام 1233 استطاعة رحمه الله بسبع سنوات أن يعيدها مرة أخرى كما ذكرت لكم بشجاعته وبسالته وحكمته وأيضا مواجهته للأعداء بسيفه المشهور الأجرب الذي ذكرت لكم سبب تسميته بالأجرب أيضا بمن معه من رجال مخلصين ومحبين لقادتهم وإمتهم وأيضا محبين للأساس الذي قامت به الدولة السعودية الثانية السؤال الثاني ما هي الدلالة على اختيار الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية سواء كان تاريخيا أو جغرافيا أبناء وأبناء طلاب ولكم بعض الوقت أبنائي لكي تفكروا وتحلوا هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن أبناء وبناء الطلاب أحسنتم تاريخيا كما تعلمون أن بعد السقوط الدرعية دمرت تقريبا بكاملها فأبناء وبناء الطلاب اختار الإمام ممتازين احسنتم اختار الرياض لأن تكون عاصمة بالإضافة أيضا أبناء وبناء الطلاب التأييد الأمير المشاري حينما ولاه على الرياض فأصبحت أو إعادتها أصبحت مرة أخرى أبناء وبناء الطلاب وأصبحت عاصمة للدولة السعودية الثانية الرياض جغرافيا تتميز بموقعها الجغرافي أيضا باتساع مساحتها وتوسطها الجزيرة العربية أيضا موقع مميز وستراتيجي جعلها أو يجعلها أو يؤهلها لأن تكون عاصمة للدولة السعودية الثانية السؤال الثالث اذكروا لي أسباب تأسيس الدولة السعودية الثانية ولكن بعض الوقت ابنائي لتحلوا هذا السؤال أحسنتم رغبة الإمام تركي بن عبد الله لاستعادة الدولة السعودية كما أحسنتم بأساساتها وما قامت عليه في الدولة السعودية الأولى من العقيدة الصحيحة أحسنتم تحقيق الاستغرار أيضا الرغبة في القضاء على السيطرة والوجود الأجنبي الذي كان متمركزا في شبه جزيرة العربية ممتازين أحسنتم القيم والمبادئ التي قامت عليها سواء كانت الدولة السعودية الأولى وأيضا الدولة السعودية الثانية التي لاقت تأييدا ودعما للإمام تركي بن عبد الله السؤال الرابع اشرحوا لي دلالات عودة الدولة السعودية على يد الإمام تركي وتأسيس ممتازين أحسنتم أبناء وابناء الطلاب كما تعلمون أن الإمام تركي كان حريصا شديد الحرص رحمه الله على نشر الأمن والاستقرار على عموم الجزيرة وشبه جزيرة العربية لقيت تأييد والمحبة والمساندة من الأهالي أيضا استطاع أبناء وابناء الطلاب من خلال هذا التأييد أن ينشر الأمن ويوسع نفوذ الدولة السعودية في مرحلتها الثانية أحسنتم أبناء وابناء الطلاب السؤال الرابع رتبوا لي بتسلسل بداية من أول من تولى أو أهمة الدولة السعودية أحسنتم أول واحد أبناء ممتازين الإمام تركي بن عبد الله ممتازين أحسنتم أحسنتم فيصل بن تركي ثالثا عبد الله بن فيصل بن تركي وآخرهم الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي والد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ممتازين اكتبوا لي أبرز جهود وجهوده رحمه الله عديدة أبرز جهود الإمام تركي من عبد الله ممتازين أحسنتم استطاع أن يقيم العدل ويحقق الأمن والاستقرار على معظم مناطق شبه جزيرة عربية وذلك بتوفيق من الله أيضا استطاع بشجاعته وحكمته أن يطرد المعتدين من شبه الجزيرة العربية وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي الوحدة الرابعة بنهاية تقويم الوحدة شكرا أبناء وبنات الطلاب لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح